بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف إن يكون موجود مع حضراتكم أسبوعياً في يحكى أنا الحقيقة حلقة النهاردة استكمال الحلقة اللي بدأناها الأسبوع الماضي وكان ضفنا فيها الأستاذ الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بكلية الطب قصر العيني قدمنا لحضراتكم حلقة في الأسبوع الماضي جاوبنا فيها على أسئلة كتيرة من اللي حضراتكم بعدتوها وحالات كلها شائعة جداً جداً شائعة الحدوث في كل بيوتنا المصرية والعربية النهاردة هو الجزء الثاني من لقاءنا مع الأستاذ الدكتور أشرف محرم علشان نجيب على أسئلة جديدة وأكيد هتكون برضو أسئلة شائعة جداً وإن شاء الله نعرف فيها ونتعلم حاجات مفيدة أهلاً وسهلاً دكتور أشرف دلوقتي عايزين نروح بقى ناحية بعض برضو الشكاوى المتكررة من ناس كتيرة في كل بيوتنا حد يشكو فجأة كده من آلام في الكوع ويعني ما يبقاش عارف إيه السبب هل هي أسباب حدة مثلاً يكون خطة أو كده ولا ممكن تكون أسباب أخرى مخفية لأنه ممكن ناس كتير يقولك أنا مش فاكر أن أنا تخبطت أو ما إلى ذلك وبردو بقى فيه مصطلح كتير يعني كتير من الناس بقوم على يعني على دراية به لكن عايزين نعرف إيه تفاصيله وهو ما يعرف بالتنس قلبه أو زي ما بيقولوا كده بالترجمة الحرفية كوع أو إصابة كوع لعب التنس عايزين كده حضرتك تنورنا كده في موضوع الكوع ده إيه الأسباب وإيه يعني العلاج وطمننا أرجوك إن شاء الله الموضوع يعني منتشر ومش قطير بإذن الله هو طبعاً إصابة الكوع كتير قوي قوي لكن الأكثر شيوعاً هو ألم شبه مزمن يعني بقى يقعد فترة طويلة في الكوع عند منشأ العضلات اللي مسؤولة عن الشيل واللف المولو سبحانه وتعالى ما جي خلق إيد البني آدم عمل فيها مواجزة جبارة إنه معظم الأوطار العضلات القوية اللي بتتحكم في الرزق والصوابة لها منشأ مشترك سواء للبسط في الناحية الخارجية من الكوع أو للعطف في النوز جزء الداخلي من الكوع فالعضلات دي بتشتغل بتمسك في وطر قوي ماسك في العضمتين دول البروز الخارجي دول الخارجي للكوع ودول الداخلي للكوع بيسموا الخارجي ده التنس ألبو وبيسموا الداخلي ده جولفرز ألبو اللي بيحصل إنه الإصابة في طبعا أنا آسف على المقاطعة بس هي المسميات دي يا جماعة علشان يعني في الكتب الطبية الأجنبية بيسموا أحيانا في كتير أو بيسموا الأمراض بنوع الرياضة المألوفة عنده فمش معنى كده إنه حد عنده آلم في المنطقة دي ويسمع كلمة تنس ألبو أو الإصابة التانية اللي هي علاقة بالجولف فيقول لا أنا مليش علاقة بالتنس ولا ليه علاقة بالجولف لا دي مجرد تسمية هم سموها هناك كده يعني أصبح التسمية الدارجة في الأوساط الطبية بنفس المسمى إنما ده مليوش علاقة بإن حضرتك أو حضرتك بتمرسوا هذه الرياضات أو لا تمام مضموط هي مليش علاقة خالص ده العكس اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إصابة في منشأ هذه الأوطار في الكوع تمام الإصابة دي ممكن تكون إصابة حدة إن أنا مثلا شلت شنطة عملت حاجة فيها لف جامد في البراع عملت هذه الإصابة أو إنها تكون إصابة متكررة قررت إن أنا مثلا حقهوى الشغلة على الخشب مثلا بتأمسك شاكوش وأنا مش بتعود وبنايت أشتغل بيه جامد إذا نأتف في حاجة ميكانيكية عملتها بطريقة أكتر من طقتي على التدريب فده بيعمل ألام في المنطوق الخارجي للقوع أو المنطوق الداخلي للقوع عضمة البارزة للتحدي الموضوع ده طبعا في علاجه في الأساس إن إحنا نريح الكوع نريح الكوع يعني إيه ما نشلش حاجة تيلة ما نعملش حاجة فيها لف جامد بالدريع أقرب عصلجة برطمان مع صلج أي حاجة فيها لف جامد أو شيء تقيل في العجوم على الكوع ومع الحياة اليومية سواء هنشتري حاجة من السوق هنعمل حاجة فيها نشيل وحط شنطة شغل اللي بروح بيها شنطة لابتوب ممكن أربط حاجة تحت الكوع بخمسة سنتي ربط خفيف فيه زمان كم نحط ربط ضاغط ولا يزال بنحطه ساعات تحت مش على الكوع مباشرة تحت الكوع بخمسة سنتي فوق بعضه زي شرط الكبت من تحت الكورة كده بس مش هنا بطها تحت كبه خمسة سنتي أو فيه دعامات موجودة في المنطقة المستوانة الطبية بتتلبس على حيثتي عشان تقلل الضغط ونعمل عليها تلج أو مية دافية اللي رايح أكتر يعني الفرامين ومش كبير أوي وندهن دهنات اللي فيها بتحسن ضردمية زي اللي فيها نعناع وفيها زيت كفور والكلام ده ده الأساس بيطول شوية أو يزداد شوية في الناس اللي عندهم الأملاح مكتون أعلى شوية من غيرهم للمطعم الأملاح عالية مش عالية وده خط الدفاع الأول خط الدفاع التاني لو ده ما جابش نتيجة العلاج الطبيعي مهم ومن ضمن الحاجات برضو المهمة طور محمد إنه لازم أحاول نطول مع العلاج الطبيعي يطولي العضبات عشان أقل الإصابة اللي بتحصل هنا المرحلة التالتة لو ما جابش ده نتيجة بنفكر في الحؤن زي ما نكون نحن كورتيزون دلوقتي نحن برضو البلازما البلازما دي بتاخد من دم الواحد وبتخش في فلترة وتتحين تاني في الكوع ونسبة نجاحها في الحاجات دي عالية جدا ونادر جدا ما يحتاج لعمل عملية صغيرة بالمنزار أو يعني عملية بالمنزار نفك بيها الالتساقات والالتهابات دي بالمنزار لكن في 99% من الأمور بتستجيب إن شاء الله للعلاق إن شاء الله حضرتك في حلقتنا السابقة دكتور أشرف قلتلي إحنا عايزين نبيض وجه الكورتيزون شوي لأنه في ناس كتيرة عندهم رعب من مسمى الكورتيزون ولهم حق لهم حق في إيه؟ برضو يعني كلهم أسازتنا الكورتيزون في السبعينات لغاية يمكن آخر التمانينات أو أولي التسعينات كان فيه إصراف شديد في استخدام الكورتيزون صحيح نتائجه كويسة بيجي نتيجة كويسة بيرايح للعيان سريع كمان فكان فيه إصراف شديد في استخدام الكورتيزون لو قابلت حقيقة لعيبة أمليكات مشهورة في السبعينات والثمانيات مشهور إحسامي وتقولوا انت خدت كم حون الكورتيزون انت بتلعب ما تتخضش لحد قالك 200 وحد قالك 150 عشان كانوا يلحقوا المتش على طول 250 فالإصراف ده أدى إلى إصابات لكن في الحقيقة إنها بالذات في العظام لابن نحقينها مرة أو مرتين أو ماكسيمم ثلاثة في المفصل أو في الغشاء بتاع المفصل وبالأنواع الأحدث من الكورتيزون اللي فيها كريستالات أقل وكلام سيكده فيها حاجة آمنة وبيتكون الفترة الزمنية بقى ما بين كل مرة ومرة يعني إذا قلنا تلات مرات على الحد الأقصى في العمر ولا تلات مرات في إيه في الفترة متقربة يعني أنا أقول حياتك الأول حاجة طبعا لازم يكون ما يكونش فيه سكر أو لو يكون فيه سكر يكون سكر مظبوط مظبوط أيها وأنا بدي في الجرع أقل في الناس اللي عندهم سكر إنما لو أنا أديت حد حون كورتيزون فليقل في كوعه مثلا وجاب التنتيجة كويسة واستريح سنتين ثلاثة أربعة ممكن أعيد هاله بمنتهى الأريحية آه بس هي ممكن تستمر فعلا لهذه الفترة ولا بيكون التأثير شهور فقط برضو كويس نعكس قالت سؤالي آه هو إيه الهدف من حول التكورتيزون ناس متخيلة أنها مسكن آه وده مش حقيقي لا هي معالجة هي معالجة ومضادة للتهاب آيوة لكن وراها نسبة ارتجاع آه أوكي آه إحنا بنعنى عشان نعالج المشكلة آه بنقول يعني حقول أرقام آه مقربة بس ماش حقيقة آه بنقول مثلا إنه التسعين في المياه من اللي هيخدوا الحق نفكوحهم هيستريحوا مدة آه فيه لها هيستريح أسبوع وفيه لها هيستريح سبع سنين آه أوكي وفيه لها هيستريح وفيه نص الناس دي هيستريح طول عمرها مش هتكتاخد خونا تانيين فعلا آه ف آه آه من غير دقة يعني بدقة محدودة نقدر نقول مثلا تسعين في المياه هيستريحوا نصهم مش هجيلهم الوجع تاني ونصهم هجيلهم الوجع في فترة ما بين سبع تيام لسبع سنين تمام لما نكون أعرض بالسبع سنين أنا متحمس ندي حقنا مرة تانية وبالذب تلك آمينة لكن اللي ماستريحش صحيح لما بجرر معا تاني حقنا بقاش متحمس قوي آه أكيد مش أجرر معا تاني حقنا أنا ماستريحش منها صحيح يعني ده المعيار بتاعنا رد فعل الجسم رد فعل الجسم واستجابته للكورتيزون لأن معظم الأمراض دي بيبقى فيها عاملين عامل ميكانيكي آه وعامل التهابي آه الكورتيزون بيهاجم بيعالج جدا لعامل التهابي لو العامل التهابي مش عالي والمشكلة الميكانيكية أعلى فالكورتيزون مش حافيت صحيح هو الحقيقة دكتور أشرف يا جماعة في الحلقة دي والحلقة السابقة أنا يعني بقول كلمة حق يعني غير الحقيقة الصورة النمطية اللي عند ناس كتير جدا جدا عن أطباء جراحة العظام أو الاستشارين جراحة العظام لأنه زي ما قلتلكم في الحلقة السابقة في ناس كتير قوي بتخاف تروح للطبيب خشية أن يكون اختياره الأول والوحيد هو التدخل الجراحي ومع أن التدخل الجراحي مع الفئة المتمكنة والمالكة لأدوات العلاج بإذن الله تعالى بتكون خيار آمن جدا جدا لكن دكتور أشرف الحقيقة عمال يشرح لنا في حلقتنا النهاردة والحلقة السابقة أن هناك مصار علاجي طويل الطبيب لازم ودي كلمة والله فعلا لإخوتنا وأصدقائنا وأبنائنا من الأطباء أنكم لازم تمشوا في المسارات العلاجية بشكل كلاسيكي وبشكل حقيقي لأن ده في مصلحة المرضى وده اللي بيطمن المريض أنه هو يأمن للعلاج ويأمن للطبيب فأنا الحقيقة يعني بعيدا عن أي شيء أنا بشكر حضرتك على هذا الأمر فقط أنه يعني أن حضرتك صححت لنا معلومات كتيرة جدا جدا عن أنه العالم الكبير المتمكن زي حضرتك بيكون عنده أدوات من العلاج وليس وليس مصار واحد أو اختيار واحد نروح لموضوع تاني بعد موضوع الكورتيزون وموضوع الكوع بس أعقب لحظة أرجوك هي الجراحة أيوة لن تنجح إلا لما تكون حقيقة مطلوبة صحيح بالزبط كتب وإنت ما مطلوبة لازم حجن الشكوى تكون تستحق تدخل الجراحة أيوة بالزبط كتب وفشلنا في علاجة بأسباب أخرى صحيح لأن لأن ما فيش حاجة في الدنيا نجاحها 100% صحيح ما فيش حاجة مضمونا 100% أنا مش نومنا أدام في السياس حتى اليوم الصحيح صحيح فناخد بالأسباب النجاح ونقول يا رب سواء كان علاجة تحفظي وفأخيرا آخر حل هو الجراحة العلاج جراحة طيب اسمح لي بقى دكتور أشرف يعني هناخد بعد تاني خلينا نقول إيه سؤال طارق أو سؤال حالة طارقة كتير من الناس أثناء العمل سيدات البيوت أنه هم بيجهزوا حاجة مثلا أثناء تجهيز شيء من الأطعمة أو ما إلى ذلك أو حتى في بعض الناس في بعض المهن بيحصل لهم إصابات الإصابة دي ممكن تبقى ممكن يحسب فيها قطع عميق يعني وبيبقى فيه طبعا نزيف والكلام ده كله ممكن يكون فيه قطع لقدر الله في شرايين ممكن تكون قطع فيه أوطار صحي كده عايزين نعرف يعني الفرق ما بين ده وما بين ده وأي حد لا قدر الله لقدر الله حصل له حاجة زي كده هيحس بإيه وبناء عليه تصرف إزاي إلى يعني لحين التصرف الفوري بقى أنه يذهب طبعا إلى وحدة الطوارئ في أقرب مستشفى اسمح لي بس يعني إحنا قلنا السؤال هناخد الإجابة بتاعتنا بعد الفاصل هنطلع لفاصل دلوقتي ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أننا مازال متواصل خليكم معي أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة وهي الحلقة الثانية لنا مع أستاذنا الأستاذ الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة الإعظام بكلية الطب قصر العيني اتكلمنا في الجزء الأول عن حاجات كثيرة جدا مفيدة واتكلمنا في الحلقة السابقة كمان عن موضوعات كثيرة قوي أنا بدعوكم بشكل شخصي أنكم ترجعوا لهذا المحتوى تحديدا على وسائل التواصل هتستفيدوا جدا يا جماعة لأن احنا سألنا الأسئلة عن الحالات اللي بنمر بها جميعا في كل بيوتنا في مصر والعالم العربي أيا كان أعمرنا كبار صغار كبار مقام وسن أكبر مننا وهكذا وكنا الحياة قبل الفاصل وقفنا عند بعض الحالات الطرقة وقلنا ماذا لو لقدر الله لقدر الله حصل إصابة قدت إلى قطع طبعا بيبقى مصاحب لها نزيف ومن بقاش عارفين ده قطع في الشرايين ولا كمان في الأوطار المفروض هنحس بإيه والمفروض نعمل إيه علشان نتلافى المضاعفات قبل طبعا ما فيش أي شك في أن احنا علاج هذا الأمر بيكون في وحدات الطوارئ في المستشفى دكتور أشرف نتصرف إزاي في الحالة إزاي كده ومبدئيا هنشعر بإيه يعني طيب هو إلى الحادة لما بتعور البنيئة ده إذا فاضلة في مبخة بسكينة ولا في خناقة أو حد في الشارع بيبقى فيه مراحل مرحلة الأولانية ما بيبقاش تقريبا فيه ألم الضغط النفسي ولا والسترس والضغط العصبي بينزل هرمونات وبينزل مسكنات ألم في المخ بتخليه ما يحسش بألم التعبير الدارج البنيئة تقريبا فيك السكينة سرقاية يعني هو مش حاسس بالألم صحيح اللي بيلفت نظره في الأول هو النزيف أوكي وممكن فخدان الوظيفة وده أول ما بيحصل لازم إن إحنا لو فيه تلوث أيوة يعني مثلا الإصابة دي حصلت في الغيط في الشارع المفروض إن إحنا نحاول نغسل مكان عمل يعني مكان العمل أنا أصد مكان عمل زي مثلا جزارة هو اللي بنخاف منه في الأساس هي الحاجات اللي فيها مية آآ مش آآ مية مش ملح آآ أوكي طين آآ مركب آآ آآ ده مكروب أكتر يعني بس والشارع وكذلك طب فنغسل آآ بكمية من المية من الحنفية آآ آآ لازم أغسل مكان الإصابة أغسل مكان الإصابة جاي ثم قطعة من من القماش لأي شكل من الأشكال أيوة آآ نضيفة أيوة ونرب وبعد نحطها على الجرح أيوة ونربطه ونربطه بالزرع تمام؟ ده الإسعاف الأولي وبتالي هذا المشهد تحديدا عرد في وسائل يعني في أفلام سينيمائية أو سلسلات طبعا وده بالنسبة لنا دليل كويس يعني دليل استخدام كويس هو مش دايما السيئة آآ طبعا مش دايما السيئة بتدفع حاجات صحة بس الحاجات دي نصف بس دي ربنا سطر وجات سليمة مضبوطة بالزرع الإصابة الحاجة دي ممكن تكون معورة أي حاجة من الأجزة ما هتعور الجلد في الأكيد هتعور الأنسجة ما تحت الجلد بين الجلد والأنسجة العميقة ممكن تعور وطر ممكن تعور عصب ممكن تعور شريان تمام الفروق بقى ما بينهم في الأعراض في الإحساس يعني الشريان مش هنحس بيه لكن هنشوف نزيف نزيف كبير ونادر قوي مالقيد طبيض من نتيجة شريان نظر لأن معظم الحاجات الترفية بيبقى لها أكتر من الدم مش داخل من نجرة واحدة أكتر من مصدر لكن النزيف حيبقى في الشريان واضح جدا ده بالنسبة للشرائين العصب يدي في الأساس فقدان إحساس تمام ده ممكن من نسأل كويس والعين مركز معانا ما هواش مشدود قوي ممكن نصل من مجرد إن إحنا ندور على الإحساس فقد فين أو مش موجود فين يدينا فكرة إيه اللي متعور من العصاب أما الأوطار لا فيه فقدان حركي فقدان للحركة وإن كان في بعض الأوطار لا يمكن اكتشافها بالفحص التقليدي وعيام مجروحة تمام آآ مثلا الإبهاب لو إصابة فيه والصباع بيتني فالوطر أكيد سليم بس السليم دي حن نرجع فيه خطوة السليم ده نسبيا نسبيا دي فيه جزء كبير منه سليم تمام لكن الصوابع آآ كل وطر الإبهاب ملوس وطر واحد بس بيتني آآ آآ لكن إصابة آآ لها وطرين بيتنوها آآ والوطر الأعمق أطول آآ فممكن يبقى فيه إصابة هنا والصباعي الثاني بس الوطر السطحي آآ متعور آآ آآ فلذلك آآ القاعدة الطبية بتقول إن أي حاجة عميقة في إصابة عميقة في الدراع في الكافة آآ لابد من تصلحها بمخدر عام بتببنج يعني التخدير آآ وفوقت العمليات لازم نجد داخل غرفة العمليات لإنه الإيد تموتها عالية جدا فإحنا لازم نستخدم جهاز يحبس الدم عشان نقدر نتعرف على إيه نتصاب بالزبط لازم نخسل كويس جدا جدا ولازم عندنا تكبير يسمح لنا بأنه نشوف العصاب والأوطار والشرين ونصلح الكلام ده تمام فهي زي ما اتفقنا نغسل نضغط على الدم ونغطي نروح المستشفى أيوة ولو حاجة سطحية ممكن تاخد جرزة في الطارق بس لو أي حاجة عميقة لازم تخدير كامل جهاز يحبس الدم على الدراع آآ تكبير جراحي عشان نشوف الطرف المصاب ونصلحه بإذن الله إن شاء الله خير طيب بمناسبة برضو لحالات الطارقة دكتور أشرف كتير قوي مننا بيشوف بيحصل له عملية تشوش لما بيحصل مثلا إصابة في الشارع مثلا زي حوادث السيارات ربنا يعافي الجميع يعني وبيبقى فيه اختلاف في الرأي يقولك مثلا المريض ما يتحركش وفيه ناس يقولوا لا ده لو المريض لازم يحاول أنه نشيء أو نحركه امتى أنا طبعا بتكلم بشكل عام امتى إجمالا لما بقى نتكلم بشكل متخصص في حالات العزام بقى تحديدا أو كسور العزام أو كسور العزام منطقة الحوض أو الفخدة أو ما إلى ذلك امتى المريض يتحرك وامتى ما يتحركش يعني أنا بتكلم على أن الناس بتبقى قصدها المساعدة ولكن قد تسيء التصرف فإيه برضو النصايح كده أو زي ما بنقول الإسعافات الأولية بالمعارفة حتى نتصرف إزاي في حاجة زي كده في العموم أيوة المواضية دي تحسنت قوي من نهاية التسعينات أيوة ابتدت نهاية الإسعافة المصرية تبقى عندها كوادر مدربة تمام وابتدت إنها تدرب بعض الناس في بعض المجالات لهذا الموضوع أيوة لكن القعدة هي كالقاتي أيوة لو المريض لو فيه أي لو فيه حدثة كبيرة أهم حاجة إن رئابته ما تتحركش من على جسمه رئابته آه لأن دي الحاجة الخطيرة أوي 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 أوكي فلازم لو إحنا بنحرك المريض لازم نحافظ على العلاقة ما بين الرأس والجسم بحيث إن الرأب ما تتحطش تحت أي ضغط كبير في لو عريض سعافة موجودة فيها رأبة تتلبس عشان تحمي الرأبة وهي إحنا متحرك الحاجة التانية لا يوجد استخدام للعنف أوكي ما ينفعش أمسكه من دراعه بابل عمل حدثة بتعبابل العربية الشمال وأمسكه دراعه الشمال وفضل أشد منه وشد ومسكه آه بالزبط لو هو مش خارج بسهولة أوكي وخارج بسهولة يعني إن اعتمد على الدفع أكتر من الشد أيوة أوكي والمفروض إن أنا أخرجه علشان أحط راسه وقلبه في وضع أفقي في نفس المستوى آه علشان لو فيه نزيف ولا حاجة الدور ده ما تبقاش مجهدة أكتر من من اللي أسم تمام آه طبعا بظروف المرور في بلدنا بظروفنا بظروفنا وإن كان طبعا تحسن جامد الأقنين اللي فاتوا دول آه وصول عربية الإسعاف ما بيبقاش زي أوروبا بالسرعة الكافية آه زي أوروبا والحياة أحيانا ما بيبقاش فيه تعاون يعني ممكن يكون فيه استجابة سريعة من سيارات الإسعاف ولكن أنا بشوف الحياة بعناي وحداك بتشوف أن فيه ناس لا تستجيب لتنبيه سيارة الإسعاف بعدم المرور قدامها يعني لازم برضو دي فرصة نحن نقول للناس يا جماعة أنه دي حاجات لا تتحمل الهزل ولا تتحمل البرود لأنه معروف أن لما بنلاقي عربية إسعاف أو سيارة إسعاف بنفضلها الحارة اللي هي تمشي فيها ما فيش بقى حاجة أسمعها طب ما الطريقة نعمل إيه وأنا الكلام دا كله لأنه عربية الإسعاف دي راحة تنقص حياة مش مش هما بيؤدوا يعني وظيفة جليلة جدا وحساسة جدا جدا يعني أضعف لما أن نحن نساعدهم دي مشكلة حضرية وثقافية كنا نجب نحترم الموضوع ده حتى العربية فاطية هي رايحة تجيب عيان مش رايحة تبقى شاية عنه راجعة صحيح وإن اجتاد كل اجتاد هنوسع لها سكتها صحيح صحيح وإن شاء الله ناس تستقيب وإنا شايف أن الله بيتحسن برضو إن شاء الله وفي كل الأحوال إحنا ناخد من الموضوع ده نصيحة مهمة جدا وهي إيه إنه حضرتك بدأت كلامك وقلنا إنه كوادر الإسعاف فعية الإسعاف المصرية أصبحت مدربة بشكل كبير جدا لتعامل مع حوادث الطرق وبيبقى فيه تحديث حتى لكورسات التدريبات وكذا كل المطلوب إن إحنا ما نتدخلش إحنا لحين وصول سيارة الإسعاف يعني في حال وجود الإصابات إن إحنا قدر المستطاع ما نجيش جنب المريض لغاية ما المسعفين وسيارة الإسعاف تيجي بما فيها بقى من طاقم طبي وطاقم إسعافي هم اللي يتصرفوا يعني هم اللي ينقلوا المريض هم اللي يتحركوا هم اللي يعملوا اللازم لأنه أحيانا زي ما بقول بيكون طبعا النواية طيبة ولكن قد يساء التصرف فيحصل حاجة مش مظبوطة لقدر الله دكتور أشرف قبل ما نطلع للفصل التاني عايز أسأل حضرك بقى بعيدا عن الحالات الطرقة نهدى بقى وندخل على النوم حالة بتحصل كتير جدا جدا وبقت ناس كتيرة قوي تشتكي منها ويقولوا إيه أنا بقلق من نوم أو بصحى من نوم على كرامب على شد عضلي وتحديدا ممكن يبقى في عضلة سمانة ممكن تبقى في العضلة الخلفية للفاخدة أو ما إلى ذلك هي معروفة أن الحاجات دي كنا نقولها إيه ده نشوفها أو نسمع عنها في مباراة كرة القدم أو في المنافسات الرياضية إنما حكاية التقلص العضل اللي بيحصل أثناء النوم ده حاجة جديدة ومع هذا بتحصل لناس كتيرة قوي قوي فتسمح لنا حضركة هنطلع لفاصل ونتلقى الإجابة من حضرتك بعد الفاصل يحكى أنا مازال متواصل خليكم معنا لو سمحكم أهلا وسهلا بحضراتكم والجزء الثالث والأخير من حلقتنا الثانية مع الأستاذ الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة الإعدام بكلية الطب قصر العيني وأحد علماءنا الكبار في هذا التخصص الطبي الدقيق قبل الفاصل سألنا حضرتك سؤال عن التقلصات اللي بتحصل أثناء النوم وتحديدا في عضلة السمانة أو في العضلة الخلفية للفخت وقلنا إن بيبقى الناس نايمة كده زي ما يقولوا في أمان الله فجأة كده الناس تقوم على كرامب والناس تبقى مستغربة وأصبحت الحكاية دي مشهورة قوي يا دكتور أشرف في الفترة الأخيرة بقت ناس كتيرة تشتكي الشكوى دي إيه أسبابها وإيه التعامل معها هيبزة كويس جدا وكويس كمان حقيقة أنك شابتتها بلعيبة الكورة اللي بتلعب في الباتشات وكذا آه تمام هو الشد العضلي ده بيجي نتيجة إن الحموضة بتزيد والقلوية بتقل تمام أوكي في ماتش الكورة وأنا بلعب وبجري بيتكون في العضلة ما يطلق عليه لكتك أسد اللي هو حمض اللكتك ده يعمل حموضة والحموضة دي تؤدي للكرامب وحنشرح إزاي يعني أثناء حركة العضلة العضلة بيقى في حمض اللكتك ده ده بيزود الحموضة فالحموضة دي اللي بتعمل الكرامب وحنعرف إزاي دلوقتي نفس الشيء بيحصل أثناء النوم أثناء النوم أنا نفسي بيهدى فبيحصل نسبيا شوية زيادة في ثاني أكسيد الكربون في دمي فبيحصل بعض زيادة الحموضة نسبيا في الدم زيادة الحموضة في الدم في الدم عموما نتيجة إن الدور ده وينه هديت والتنفس هدي فالعضلات الأكبر والأبعد عن القلب تبقى فيها تروية أقل وبالتالي الحمضية تزيد فده يحصل في السمانة ثم في باطن القدم ثم في عضلة الفخد الخلفية عضلات الأكبر خلفين دول الأشهر لكن بتعصل في أيديهم برضو وليه بتحصل عند ناس وناس لأ يعني هنقول كويس تمام الحمضية بتؤدي أو زيادة الحموضة بتؤدي إلى دخول السوديم جوه العضلة فتعمل انقباض تمام أو دخول الكالسيوم جوه العضلة بنسبة أعلى فتعمل انقباض فتعمل انقباض صح طيب عشان ده ما يحصلش محتاج أن يأكتر الحاجات اللي بتعمل انبساط أكتر الحاجات اللي بتعمل انقباض صح فحاكتين يعملوا ده البوتاسيوم أيوة اللي هو موجود أساسا في الفكه طبعا في الموز على رأسه الموز والجوافة والبرتقان معظم الفواكه كل فاكه مطيخ كل حاجة أنا بقول اللي بيشتكي من الشكوى دي قبل النوم كل نص فكهية نص موزاية نص برتقانة نص تفاحة نص جوافاية نص يوستفاندياية بس مش نص بطيخة لا مش نص بطيخة نص بطيخة فده عشان نعلي الفوتاسيوم ده خطوة أولى خطوة تانية بناخد ماجنيزيوم الماجنيزيوم مش غاني قوي في الأكل بتاعنا بناخده راس ودخول الماجنيزيوم هو موجود في الفصولية الخضرة بس ده خطوة أوليلا فعلا هو من المعادن القليلة القليلة التواجد في الأكل فعلا فبنقول كمان الفيتامين دال أيوة حشان نساعد على البالنس من الكالسيوم والماجنيزيوم فدول التلات حاجات اللي بناخده البوتاسيوم البوتاسيوم والماجنيزيوم والفيتامين دال حزاب الحقيقة من الشاعر بيت صغير إنه بعض أدوات الضغط اللي فيها مدرات بول صح بتقلل نسبيا البوتاسيوم صح في الدم صحيح فبتزود التقلصات فدول لازم المرضى اللي بياخدوا أدوات خفض ضغط الدم نعم وتكون مدرة للبول لازم ياخدوا بوتاسيوم خارج لو جالهم تقلصات لو جالهم تقلصات نصر على الموضوع ده نقوله كل الفاكهة استجاب للفاكهة يبقى تويس ماستجابش الفاكهة بنوجهه يرجع لدكتور بتاع الضغط بتاعه يقوله نجيه تقلصات يبقى قدامنا حال من اتنين يعني غير الدواء يعني غير الدواء يعني يديلوا أنواع بوتاسيوم ستوريليس بقى بطيئ اللي بتاع ده رأسه ودواء كده بس ده طبعا البوتاسيوم بيأثر على حاجات أخرى بزرعة ما بيتخدش كده من ما بيتخدش من فلقاء نفسنا دكتور اللي بيزبط الضغط هو اللي يزبط البوتاسيوم حضرتك جبت سيرة فيتامين دال يا دكتور نعم وفيتامين دال أنا أستشعر أن احنا عندنا مشاكل كتيرة يعني أغلبنا نعم عندنا مشكلة في نقص فيتامين دال وعندنا حاجة تانية أنه بعض الأراء الطبية بتقول أنه بيكون فيه أعراض نقص فيتامين دال مع أن التحاليل بتكون سليمة يعني هل فعلا ده كلام مزبوط ولا يعني بيكون مستوى طبيعي ولكن الأعراض بتاعت نقصه موجودة هل ده ممكن بس بس ده النادر هو في الحقيقة المجتمع يوجد فيه نقص فيتامين دال كتير يمكن برضو مهول شوي بس فيه نقص فيتامين دال ما فيه شك احنا كنا بنشوف الكلام ده في المنال جي من الخليج اه من زمان وللأسف بقى موجود في المجتمع المصر اه ايه المشكلة المشكلة انه اه ما بنععدش في الشمس كفاية ايوة لما بنععد في الشمس بنبقى من وراء زاز اه جوة عربية وراء في تكييف ولا حاجة زي كده ولما ولما بنخرج الشمس معظمنا رجالة وستات نبقى لابسين كل هدومنا ما فيش جزء كبير من الاشعة بتخشها عالجلد مبقى الشامط صح تمام فاصبح عندنا مشكلة انه ما بنتعرضش للشمس كفاية اه ضيفي على كده حضرتك ان معظم بيوتنا ما بقاش بيخشها شمس بذات في المدن صحيح احنا بنقول ان فوق التسعين في المية يمكن يمكن في احصائيه اخرى اه تسعين في المية وفي عقبية خمسة وتسعين في المية من السيدات اللي بيعيشوا في مدن مصر المحروسة اه ما بيشفوش شمس كفاية عندهم نقص العيد من دي نسبيا اي ضيف على كده كمان مشكلة انه اه اطفالنا وشبابنا في معظم شهور الصيف بيصهروا طول الليل ويصحوا بيصحوا على العصر ويزكادش البغر وده طبعا ده يعني اصلك غير مقبول غير اه للأسف الشديد فكل العامل دي قدت الى ظهور اه تفشي نقص التميد من ده الموضوع ده لازم احنا نكون وعين بيه ونعمل حاجتين احنا ندر اعملهم وحاجة مطلوبة من الدولة اه الحاجتين احنا نعملهم احنا نتعمد احنا نقعد في الشمس اه طريقة مباشرة ونخفف من ما لبسنا بحيث ان احنا الجلد يدنا تعرض لأشعة الشمس صحيح تاني حاجة اه اللي مش هادر يعمل كده وباستمرار وده معظم الناس مش القلة لازم ناخد فيتامين ديل ايه اه اه ولو ولو اه بالكميات بسيطة والفيتامين ديل في منه نوعين اه انواع واشكال طبعا يعني اصدي في الجرعات فيه المرة النوع اللي بيتاخد مرة في الأسبوع وفيه اللي بيتاخد كل يوم انهي افضل يا دكتور لانه برضو طلعت اراء قالوا انه اللي بيتاخد يوميا دلوقتي بجرعة اقل هو الافضل اه قدرة الجسم على الانتصاص بتكون اعلى فهل دا كلام مظبوط اه خليني اخد خطوة الوراء محمد بيب واقول لحيك انه انه نقول الاول فيه الحؤن وفيه القراس الحؤن اسرع اه فيه حؤن كمان لكن لكن مش هزقول اقل امانا بس القراس اقمن سنة القراس اقمن اقمن سنة القراس في منها اسبوعيا وفي منها كل يوم بصراحة الانتصاص بتاعت الاسبوعيا بيشتغل بطريقة غير اللي بتشغل كل يوم كل يوم تتمد على المستقبلات اه عدد المستقبلات المتاحة عشان تمتص لكن اللي بتاخد كل اسبوع او كل شهر بتبقى عن طريق انه بيزود التركيز جوه الابعاء فيتغضى عن المستقبلات تمام اه الاتنين بيصل نفس النتيجة بس في الناس اللي عندهم مشاكل اعمق اللي كل اسبوع اقوى بيكون اقوى مش هستنى المستقبلات اه لكن اه 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 في الحتة دي التحليل انا ما بطلبوش كتير لك الناس كبار بنحاول اخد ستمائة الف وحدة في السنة بغض النظر عن انه يتخذ اسبوعيا اه اسبوعيا شهريا اه طيب دكتور اشرف احنا فضلنا اربع او خمس دقائق في الحلقة وعندنا يعني سؤالين عايز اسألهم لحضرتك فانا قلت لحضرتك المدة عشان نزبط السؤال الاول هو عايزين نصيحة عن افضل اوضاع الجلوس علشان الحكاية بقت دلوقتي في مشاكل كتيرة او في العمود الفقري وفي الفقرات وفي العضلات ليه علاقة باوضاع الجلوس بتاعتنا دي حاجة والحاجة التانية عايزين نعرف كده سريعا اخر المستحدثات في علاج امراض العظام فحضرتك كده اختار بقى والكاميرا مع حضرتك الجلوس مهم جدا ويمكن افيد المولى سبحانه وتعالى البعال الحضار الناس بتقعد تاعات طويلة جدا ما كانش بيحصل ده منك وبقيت تمشي اقل حضرتك للأسف لو شفت يوم مواطن عايش في المدينة في الغالب ده حضرتك بيركب عربيته او موسطته او او ويقعد على مكتبه ويقعد في بيته وبغير الخناب الريموت كنترول انا شايف الريموت كنترول ده من أسوأ الاختراعات اللي اتعملت لانه أثر على عمود البقر يعني طب هو عشان وقت ده مش هقول حضرتك بما الفكرة كالأتي بادم عشان يلوعد صح لازم يرجع بالمقادر الاخر الكرسي رفت ضهر ويسنده لو فيه كرسي عن طول عليه في البيت او في العضية يعني أنا كنت قاعد غلط شوية حلاقي نفسي عملت كده بده تاني صح اللي هيمنعني من أعمل كده ويخليه قرب ده ان كل حاجة تتضبط على الوضع ده يعني انت تتضبط على الوضع ده انا لو قاعد على الكمبيوتر شاشة الكمبيوتر زي متعل بحيث مستقى النظر بتاعي في مستقى تاني من البحث صحيح الحاجة التانية الكيبورد الموصف مبقاش هنا يبعيد عني لو هتفرج على التليفزيون حاجة عالية وقصادية لو حمسك الموبايل او الباد ماينفعش يبقى هنا لازم هو يبقى مسنود مسنود على مخدة كبيرة حطها على حجري وانا قاعد او مسنود على مسنود كرسي بس ماينفعش بقاعد عمل كده لانا قاعد كده خمس دقيقة بقاعد عمل كده وكل صحيح موضوع تفرج على التليفزيون حاجة عالية وقصادية كرسي العربية عندنا ميول نحن نسوق عاملين كده طبعا ده حمل جامد على الرقبة والظهر الرقبة من فوق بالذات اكتر لازم كرسي بقى 95 درجة ومخدة وظهرك من تحت ومساها بينك وبين عجلة القيادة كده لو تفتكر انا الرجدي فسوق على مالك سوق بقى شفر كمانش الناوي وحش كده بتقق اه اه اللي هو الناس تقول هو طالع فيها فده بالدسبة للجلوس والدرس الجراحة العظام بالذات وكل جراحة كل الطب بيتطور بسرعة شديدة واصبح مفيش دكتور عظام يقدر يتابع كل التطورات في كل التخصصات فجراحة العظام من جواها عمالت الاسم الى تخصصات فرعية داخلية داخلية يعني نعتبر تقريبا عندنا من 11 مش اقل من 11 فرع جوا جراحة العظام انا مثلا اتكلم عن نفسي انا ممارس تلاتة اربع منهم على اعلى مستوى في العالم وتلاتة مثلا على اربع على اعلى مستوى في المنطقة وفي مصر وفي شرق الاوسط الحمد لله واربع ما اممارسهمش خلاص اه اربع من من باب سكتابر وقعيش طور اشرف حيحويلك لحد لانا ده مش تخصصه الدقيق انا مش متابع ما يحدث اه ما عنديش من الامانة الالمية انها تسمحلي انها اخد قرار على يستريحلي ضميري طب ممكن حضرك نعرف التخصصات الدقيقة اللي حضرتك يعني طيب هو متابع فيها احدث ما يحدث يعني في العالم كله مثلا ال 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 اليد اه الكوع الكتف اه الافيرة العصبية اه اي حاجة في الدراع ده على اعلى مستوى الاصابات في عمومها كسور ايوه اه ده تخصص برضو كبير جدا بيصاب بالعوم كله اه لكن مثلا الحاجات اللي مش طالهاش عمود فقري اه اه الاطفال فيما لا خص الدراع اه اه ال ال اه برضو التخصصات التانية اللي اللي كل ما ده بتتباعد التخصصات كيرة فلا اه التخصصات وده على فكرة حال التخصصات الطبية كلها طبعا لان التطور بيزيد ايه في الاطفال وفي العيون وفي القلب وفي الجهاز الهضمي وفي كل عاجل وقول حقيقة على حاجة غريبة احنا من المنطل الحاجات اللي كنا كذبين فيها الامريكان ان احنا الانجليز بالذات اكتر من الامريكان نعم تخصص عظام من بدري اه تخصص دقيقة من بدري اه ودي حاجة يعني اولا احنا بنشكر حضرتك على هذا العلم الوفير وهذه النصائح الغالية يعني يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يفيد العالم والجمهور كله من هذه النصائح وتاني حاجة ان احنا يعني بنشكر حضراتكم لان حضراتكم اللي عملتوا اعداد لهذه الحلقات من خلال المحاور اللي انتو بعدتوه لنا وتالت حاجة ان احنا بنقول لحضراتكم انه يحكى ان مفتوح لتلقي اي اسئلة حضراتكم عايزينها والدكتور اشرف احنا هنوصلها له بكل امانة وهنخليكم كده مع بعض على تواصل اي حد عنده سؤال في تخصصات العظام الدقيقة بشكل عام واللي قال عليها الدكتور اشرف محرم بشكل خاص يبعت لنا هو عايز ايه واحنا اكيد هيسعدنا جدا ان احنا نرسل هذه الاسئلة اللي هتتبعت لنا على صفحات يحكى انا للدكتور اشرف محرم شكرا شكرا خالص لحضرتك بنشكر في نهاية حلقتنا النهاردة والحلقة السابقة الستاذ الدكتور اشرف محرم مستاذ جراحة العظام بكلية الطب القصر العيني كان ضيفا غاليا عزيزا علينا في يحكى وان شاء الله كده يعني يشرفنا في حلقات اخرى قادمة باذن الله تعالى وانا باذن الله تعالى هكون موجود مع حضراتكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة من يحكى سلام عليكم اشتركوا في القناة